صلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو الناجي وهنا النجاح وهنا الميزان وهنا الاعتبار وهنا المفاضلة وهنا يتقدم المتقدمون ويتأخر المتأخرون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فرى أيها المؤمنون الكرام صلاح القلوب أعظم مشروع وأعظم مهمة وأعظم قضية يجب أن تشغلنا كيف تصلح قلوبنا إن القلوب تنفر وإن القلوب تشرد وإن القلوب تقسو حتى تكون أقسى من الحجارة يقول ربنا جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وإن منها لما يحبط من خشية الله وإن القرآن شيئا يشعر لا تقرأه فترة وتنطبع لا تقرأه وقتا وتنطبع لا تنطبع لا تنطبع أو فتحة قلنا إذا بطلقك قد صار على يوم لهكي وذلك وإنما الضر بالمدارمات كلما طرعت عالكت خالي في قلبك كلما طرعت من القرآن عالكت نقطة سوادي في قلبك حتى يجريه الله تبارك وتعالى ومن أسماء صلاح القرآن أن تدعو الله تبارك وتعالى فقد كان من أجل تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مطلب القلوب ثبت قلبي على دين يا مطلب القلوب ثبت قلبي على دين تدعو الله أيها مسلم في الليل النهر أن يذبت الله بابك وأن يؤمن الله قلبك بهذا الدين وبهذا الإيمان وبهذا القرآن ومن أسباب صلاح القرآن أيها المؤمن جلساء ضعيم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشعرون بالفاعل نسمح الذكرة فكأننا من الجنة رأي الحين فإذا رجعنا إلى أبنائنا وحاركنا الأبناء والنساء لم نجد ذلك فلهبوا وقال أمورك وانا نجد ذلك فلهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال هو أنظره قال عليه الصلاة والسلام لو تكونون على ما تكونون عليه إلي فصافحكم الملائكة في الطرق ولكن ساعة وساعة وهنا أنبق في الأخير إلى قرآ صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يخطئ كثير من الناس في فهم هذه الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يبصر ساعة وساعة ساعة تكونون عنده في حلقات العين والذكر وساعة تكونون عند أبنائكم وأهليكم وساعة في مزارعكم وأعمالكم وأردوا في كل هذه الساعة مرتبطون بطاعة الله محافظون على صلاةكم محافظون على طاعة الله لكن من الناس اليوم انتهنا ساعة طاعة وساعة معسية ساعة نقرأ القوام وساعة أبادي ساعة نأكل الحلام وساعة الحرام لا هذا لم يقل صلى الله عليه وسلم إن أنزل الجريس الصالح مما تصلح به القلوب ولذلك كان طعم الصحابة يقول تعال بنا نؤمن ساعة أي نسمع كلام الله تعالى هذا مما تصلح به القلوب وأن يؤمنون فالله الله في صلاح القلوب الله الله للإهدام بصلاح القلوب فإنها المزار عند الله فبارك وتعالى أسأل الله عظيم من المهي وكونك أن يصلح قلوبنا أجمعي اللهم أصلح قلوبنا اللهم أخذ بقلوبنا إليك اللهم اجعل قلوبنا مغلبا بك اللهم أحب إلينا الإيمان وسينه في قلوبنا وكالعي إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين أعلى وصلوا وسلموا على من أمرهم الله بالصلاة والسلام عليك حيث قال جل وعلا إن الله وملائكته وصلنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلموا رائع على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعبوا اللهم عن الخلفاء الأربعة المشهو الأداء أعود اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين طروا بالحق وليه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين منصر الإسلام والمسلمين اللهم منصر عبادك الوحدي يا رب الجلال والإكرام اللهم منصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا حي لا قيوب لا إله الأولين والأخير واللهم أمنا في أوطاننا وأصبح إننا ولا تأمورنا واجعلوا لا يتنافن خابك واتقاه واتبع لغاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين منبر في الأخير إلى أنه أطلق مني حمد الله الجميع أن من الإخوة من يصلي بالخارج أمام الإمام ونقول لهؤلاء الإخوة لا يصف لكم أن تتقدموا الإمام بارك الله فيكم بل تأخروا عن الإمام وفض الله الجميع عن ما يتبعوا وعنصر ترجمة نانسي قنقر